مرحبا يا حلوين اليوم بدأحكي لكم عن هدول الماسكات اللي للوجه هم مش شيت ماسك هي هم يعني مش ماسك ورقي بنحط اللي بيكون عشك الوجه لا هدول هم جيل جوا هم طين بيكون او زي جيل ممكن بينشاف ممكن ما بينشافه شو في منهم مثلا يعني كل واحد له قوام غير التاني وكل واحد لنوع بشرة وكل واحد شو بيعمل فبدأحكي لكم عنهم بس انا بنصحكم بهاي الماركة انكم تجربوا منها كل منتجاتها حلوة هي ماركة ايطالية بتوقع موجودة باغلب الدول انا جربت منهم لسكراب الطين للجسم استعملت منهم الزيوت للجسم وكريمات للجسم كتير رائعة وما بتعتبر غالية يعني انا هاد بجيبو مرتين هو يستعمل مرة هون هايو يعني انه مرتين بس انا عفكرة المرة الوحدة بكفيني مرتين يعني اربع مرات هاد وبسكروا بس منيح لانه في منهم بنشافوا لازم تسكرهم كتير كتير منيح عشان ايش ما ينشف الاشي اللي جواهم وتستعملهم اربع مرات اذا انت مرة بكفكة او مثلا انت واختك بنفس اليوم تستعملوا نص بنص برضو انا مرة عملت هيك كنا بس زيقت مثلا ومرات بترضو مرات لا فايش انا صرت انا استعمل واخب للمرة التانية بعرض عليها حبت بعطيها الجزء التاني ما حبت بسكروا لا انا استعملوا بس ايش انا بستعمل مثلا عملي برنامج كل سبت واربعة فمثلا بستعمل جزء سبت اربعة سبت اربعة هيك ما بطول لانه رح ينشفوا هم مرتين بالاسبوع اغلب هم مرتين بالاسبوع اذا ما كانوا مرتين بالاسبوع بستعمل نوع تاني هلا بدي احكي لكم كل نوع ايش هو طبعا في نوعيات تانية بس انا هدول اللي جبتهم حتى اللي عايشين في ايطاليا انا لما جبتهم كان في عرض انه اشتري اتوقع اربعة بتاخد الخامس فري وانا كان عندي واحد اصلا توقع هيك كان في عرض حسب المحلات اللي بتشتري بنها انا اشتريت من المحل بيحمل اسم الماركة نفسها هلا بليش احكي لكم عن واحد هلا عنا هاد اول واحد هاد هو اول واحد لضد التجاعيد بعمل على شد البشرة ممكن بتحطيه لخمس دقايق بحكيلك تجنب منطقة كلهم مكتوب لخمس دقايق وتجنب منطقة العيون والشفاح اه طبعا بتحطيه لخمس دقايق وبعدين بحكيلك بتصير تبلي في منهم بتبليلي ايديك وبصير تشطفيهم شوي شوي او تبليلي ايديك بصيروا زي صبون بتكملي فيهم غسل بشرتك وبعدين تشطفيهم في منهم بحكولك لأ يعني خلص زيليهم وخلص يعني باشي اطع مبلولة او انه بس اخسليهم يعني كل واحد حسب قوامه وشو بيسوي اه ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي يعني انتي لما تحطيه على بشرتك بعد خمس دقايق هادا مثلا نحكي عن هاد هادا بحكيلك بليلي اسفنجة وبالشي امي شوي شوي اه بحركات دائرية كأنك برضو بتخسلي فيه الوجه وهاد بستعمل زي ما قلنا اربع مرات هاي اول واحد هلا بما انه هاد يعني ضد التجعيد بتوقحه مش لصبايا الصغار يعني مش بنت 17 سنة تستعمل وفوق الخمسة وعشرين بتتوقع اللي ممكن تستعمله بس لجميع انواع البشرة بس مش الاعمار هلا بيجي عنا هاد هاد هو بالصبار والفحم اه بالطين الاسود بحكيلك هو بيرطب وبعمل ديتوكس للبشرة يعني بنظفها بعمق برضو هو خمس دقايق بحكيلك ولجميع انواع البشرة بتخسلي وممكن بسفنجة بتختخلصي منه هو ما بينشف يعني بتضل عادي قوامه بحكيلك هم برضو بديكتجنا بمنطقة العيون والشفاه وهم منتجاتهم 95% مواد طبيعية وعضوية ونباتية يعني ما فيه اي هلا بيجي عنا هاد هاد من ثلاث انواع زيوت منه زيت الاخضر زيت الشاي الاخضر عرفون زيت الشاي الاخضر برضو 95% مواد طبيعية طبعا كلهم منتجات ايطالية هاد ثلاثة في واحد بعمل على الترطيب التنظيف شوي بس بلا اشوف مناسب اكتر اشي للجافة والحساسة وبعمل على علاج مشاكل البشرة لانه فيها زيت الشاي الاخضر شجرة الشاي عفوا زيت شجرة الشاي فهو بعمل على يعني اللي هو التخلص من الالتحابات الحبوب هيك يعني فهو بعمل على مناسب للحكينا الحساسة والجافة برضو خمس دقايق وبعد امتجته فيه طبعا برضو حكوا انه عملي له مساج وانت بتشطفي يعني بلي ايدك شوي شوي مو بسفن جزيل تانيا بلي ايدك شوي شوي وسوي مساج واغسلي سوي مساج واغسلي كأنك بتغسليه بصابونة يعني بيجي عنا هاد بدي اعترف لكم انه هاد اعز واحد على قلبي هاد مناسب للبشرة الدهنية اه والمختلطة اه هو بالطين الابيض اه وبي هاد بزهرة الكركديه اعشاب البحرية وزهرة الكركديه هاد حكينا انه اه بالطين الاسود والصبار وهاد حكينا ثلاث انواع زيوت هلا هاد بزهرة الملوخية بقولو هيك بيجي الترجمة تبعتها زهرة الملوخية والطين الابيض بس عن جد يعني ما بيشد البشرة وبنشفها بطريقة بتدايق بس بنظفها وتحسي هيك بشرتك نظيفة فيها بياض فيها هيك مش انه بيضك بس عن جد بعطي اه وجهك يعني كيف اللي عملتي له تنظيف عميق فهيك منور مشرق بيض عن جد انا بحبه بظلني اشتري منه يعني هاد اكتر واحد كررته فيهم كلهم عن جد حلو للبشرة الدهنية والمختلطة حلو كتير مرة 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 ومرتين بالاسبوع مرة مرة عن جد بينظف البشرة من جوا وما بدايق ابدا هلا بيجي عنا هاد هلا هدول التلاتة انا اول مرة بشتريهم صراحة هاد بالصبار وبالزهور هو لجميع انواع البشرة وكمان خمس دقايق لجميع انواع البشرة هو يعني الاجهاد اللي في البشرة بريحها يعني انتي حاسة حالك بشرتك مجهدة تعبانة لأي عمر لأي نوع بشرة بالذات مثلا الهناشفة الحساسة هيك تحسست من الجو وتحسست من اي عوامل بريحها يعني اللي هو صبار وهيك يعني بريحها يعني بالورد والصبار فهو بريحها برطبها هيك برضو مرتين بالاسبوع فيه اشي تاني حاكين عنهم لا هاي هي هلا بيضال اخر واحد فيهم هاد برضو خمس دقايق زي هم كلهم وخمسة وتسعين بالمية مواد طبيعية هاد بفيتامين سي والكركم وفيه جو هلا هون هك بس حكي فيه هنا جو حكيين كمان بالزنجبيل بالزنجبيل يعني زنجبيل وفيتامين سي والكركم وبعمل اكتر اشي اللي هو تفتيح البشرة ترطيبها تقشيرها فهاد انا ما استعملتها لانا شوي بتحسس من فيتامين سي فشوي قلقانة منه مع انه حبيته اكتر واحد بالوصف لانه هو بعالج يعني يعتبر يعني بعالج بسوي يعني اشياء كتير للبشرة بس هاد بك مو محددين نوع بشرة بس بحكي لك الباهته المتضررة البحاجة لتقشير تنظيف تفتيح توحيد لون بشرة اللي بحاجة لهيك شي هذا الو فما بق يعني اللي عنده حساسية من اي مادة من المواد المكون منه لازم يبعد عنه يعني انت ادرى اذا بناسب بشرتك او لا هما مو محددين بحاجة بسحكوا للي بيحتاجه فهادول هما المسكات من هاي الشركة فيه واحد بالبندق على ما اعتقد هداك للبشرة الدهنية عفوا عفوا للبشرة الجافة وشديدة الجفاف هلا انا بشرتي مختلطة مائلة للجفاف في الشتاب بس ما بتوصل للحد اللي هما حكوه فانا لما جبته مرة استعملته لا ايدي حطيته فترة لا ايدي وغسلته وبعدين ما عدت جبته بس اللي بتلزمها هو لا الجافة والشديدة الجفاف هلا هما كل فترة بيطلعوا نوعيات جديدة بحكي لكم فينو تلس انواع انا ولا مرة جربتهم قبل فيعني بتضلوا تطلعوا عليهم حلوين كتير انا مجربتهم وبنصحكم فيهم هلا هيك خلاص ويديو طبعا بتمنى انه يعجبكم وهلا لازم احكي لكم مع السلامة